كان المفترض أن أتحدث الآن عن مصر وقمة المناخ ولكن لا صوت يعلو فوق صوت غزة واستصمت دولي وخذلال عربي وبلطجة إسرائيلية غزة تحت القصف مرة أخرى اكتبوا عن غزة وانصروا أهلها فالمصاب جلل والعدوان غاشم حياة ارتبات مختلفة جدا للحلقة لكن عدوان إسرائيلية على غزة استشهاد عشرة وإصابة خمسة وخمسين بينهم أطفال ونساء كما جرت العادة في كل عام مرة أو مرتين الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بسبب أو دون سبب دون إبداء أي أسباب يبحثون عن ذريعة عن حجج واهية والحصيلة هي استشهاد أطفال ونساء وأبرياء يقتلون من أبناء الشعب الفلسطيني اللفت للنظر أنه بالتزامن مع هذا القصف وهذا العدوان الإسرائيلي هناك وفد فلسطيني في القاهرة منذ الأمس ما علاقة هذه الزيارة بهذا العدوان هناك حديث وأنباء أن الوفد الإسرائيلي قد خدع الجانب المصري عندما سئلوا عن عدوان وشيق قالوا لا لا يوجد هناك عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي خمسة وعشرين ألفا من الاحتياط وهناك أنباء عن تصعيد في قادم السعاد سنصلت الضوء بالتأكيد على ما يجري في قطاع غزة غزة تحت القصف هو التريند الأول تقريبا في كل الدول العربية الآن الجميع يكتب عن قطاع غزة اكتبوا عن غزة الآن انشروا الصور انشروا مقاطع الفيديو لقصف المنازل لقتل الأطفال لقتل النساء اكتبوا باللغة العربية كما تكتبوا باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى أحدثوا العالم الآن أن غزة أندر أتاك هذا تريند آخر الآن على مستوى التريند العالمي الجميع يكتب الآن باللغة الإنجليزية أيضا انشروا هذه الصور هذا الضغط يؤثر هذا الضغط يربك الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة عندما يتحدث العالم وينشر العالم الصور والفيديوهات ونتحدث عن هذه الجرائم التي لا سبب لها ولا داع لها على الإطلاق إلا البلطجة الإسرائيلية كما ذكرت يرتجع العدو الإسرائيلي ويتوقف عن هذا العدوان سنعود بعد دقائق ربما عشر أو خمسة عشر دقيقة لنتحدث مرة أخرى عن غزة وما يحدث هناك وما علاقة الوفد الفلسطيني في القاهرة وما هو الموقف المصري لأننا نتحدث هنا في قناة مصرية ما هو الموقف المصري حتى الآن من هذا العدوان